السلام الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم يعني كلام كتير طبعا على مباراة امبارح مطب فيوتشر اللي يمكن أسخف ما فيه توقيته يعني الحقيقة بعد التتويق بسوبر في مباراة درامية مباراة ملحمية قول زي ما أنت عايز تقول ييجي تعادل غير متوقع وفي مباراة كان مفترض أن السيناريو بتاعها يبقى سهل وبسيط وخصوصا طبعا بعد البداية القوية جدا وبعد التقلق أحمد عبدالقادر اللي بعتبر واحد من أهم مكاسب مباراة امبارح السؤال هو هل الأهلي قسر نقطتين لا بالتأكيد أنه الإجابة لا الأهلي مبارح ضيع نقطتين حد هيقول أنه النتيجة واحدة في النهاية الأهلي فقط نقطتين في مشوار حفاظه أو مشوار استعدته للقب بطولة الدوري البطولة المفضلة لكن حقيقة الفرق كبير جدا صحيح أن المحصلة أو النتيجة في النهاية واحدة لكن أنا مهم جدا بالنسبة لي الأسباب والأسباب تختلف من خسارة لضياع ليه بقول ضيع لأنه كان في الإمكان جدا كل الفوارق الحقيقة كل الحسابات كل الإمكانيات والسيناريو المباراة نفسه كان يحتم علينا أن نحن نحسم المباراة بدري بدري ونعمل سكور كمان عالي جدا مع كامل الاحترام والتأديل لفوتشر للعب وشوت تاني ولا أروع وفي نفس الوقت يمكن لساعدهم على ده أداء الأهلي بشكل كبير جدا لتراجع بشكل غير مبرر وغير مفهوم على الإطلاق والسؤال مرة تانية ليه ضيعنا أو ليه فرطنا في نقطتين في مشوار بطولة الدوري أعتقد أنه الإجابة على السؤال ده مش بس تحل الموقف أو تهدي شوية من الغضب الجماهيري اللي الحقيقة بقى أعلم تنسى الفهم كبيرة جدا هم نتكلم على فريق عامل إنجاز في آخر 13 شهر مفيش نادي مش في مصر مفيش نادي في أوروبا ولا في أسيا ولا في أمريكا الجنوبية ولا في أوروبا حتى قدر يكرروا فريق في 13 شهر أو في أقل من 13 شهر قدر يحقق أربع ألقاب قرية بنتكلم على بطولتين دوري أبطال وبنتكلم على بطولتين كاس سوبر ومعاهم مشاركة نكحة جدا في بطولة كاس العالم الأندية ومع ذلك صورة عارمة مش لخسارة الفريق في مباراة في الدوري لا لمجرد تعادل ودي يمكن ثقافة الأهلي ودي ضريبة أنك أنت تلعب للنادي الأهلي عشان كده أرجو من نجومنا يقدروا تماما حجم المسؤولية وأعتقد أنه كل الأعذار اللي كان يعني إحنا السالة اللي فاتت كنا منتكلم أو الموسم اللي فات كنا منتكلم دايما على أنه ميستر موسماني بيعاني كمدير فني يعني في دارته الفريق من مشاكل واضحة وصريحة أولا تعقب المباريات الجدول المضغوط العنيف جدا في كل البطولات اللي شارك فيها النادي الأهلي ثانيا الغيابات بسبب الإجهاد الشديد أو بسبب الإصابات أين كانت أسبابها يعني الغيابات دي في أوقات كتيرة جدا كانت بتبقى مؤثرة على الأوراق اللي بيلعب بيها وبيدفع بيها ميستر موسماني في كل بطولة مطالب بتحقيق لقبها الثانية دي الحاجات دي بعتقد أنها بالنسبة للجماهير ما بقيتش مقبولة إن كان لي أن أتكلم بلسان جمهور النادي الأهلي لأنه التحدي الأصعب أو المشكلة اللي ممكن تكون بتواجه ميستر موسماني على العكس تماما من الموسم اللي فات المشكلة هي أنك إزاي تجهز كل الأوراق اللي موجودة في قائمة النادي الأهلي وكلهم لو رجعنا مبارح التشكيل اللي بدأ ماتشا فيوتشر وبصينا لأسماء اللي موجودة بره وأقصد باللي موجودة بره على الدكة أو بره القايمة تلاقي أن كل واحد منهم ورقة مؤثرة ومن الممكن أنها تغير نتيجة مباراة الأهم إزاي تكون شحنة بطارياتها إزاي تكون جاهزة إزاي تكون في أحسن وأعلى مستوياتها النفسية والبدنية بتهالي ده التحدي الأساسي أمام ميستر موسماني في الموسم ده خلينا نتكلم هتكلم مع حضراتكم كتير طبعا على ماتش مبارح والأهم كمان على اللي جاي لأن الظروف دي مشابهة لحد كبير للظروف اللي هتواجهنا قبل ما نروح لكاس العالم ودي بقت بطولة مهمة جدا بالنسبة لجماهير النادي الأهلي